عايزة أقول للأزواج اللي بيفكروا كده إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترك للسيدة عائشة مجال فتقول لناس أكبر منها زي مثلا سيدنا عبد الله بن عمر إن هي ليها مجال في الحركة وليها مجال في الاتمام تقول لسيدنا عبد الله بن عمر إن هي لها موقف من اللي هو بيحدث بيه فيبقى وإيه المقصود هنا؟ المقصود ببساطة خالص إن هي ليها دور فالمرأة المستقلة لازم تحس إن هي زي ما ولدها كان بيديها بيخلي لها دور أنت كمان خلي لها دور ما تبقاش خايف منها يبقى إيه إذن فكرة المكمل الزواجي دي أنا مش هنقتصر على حلقة النهار ده احنا كمان هنتكلم مرة تانية بس خلونا نسعف نفسنا وبإننا مفتحنا ملف أنا شايف إن هو ملف مهم جدا لازم نتكلم عنه لأن ملف ده في الحقيقة بيخلي العلاقة الزوجية في حارة ارتباك احنا عايزين بشكل واضح نبين إيه مفهوم الرجولة الحقيقية عند الرجالة وهو في بعض الأحيان ممارسة مفهوم الرجولة إن أنا مش لاقي السيطرة بتاعتي يعني مش لاقي دوري كرجل في البيت إن أنا مش مسيطر على البيت فبروح لحد محتاج لي عشان أحس بإن أنا برجولتي عشان حد بيحتاج وحد مطلقة ومعها أولاد ومحتاجة حد أو هي تحس إن في حد بيقولها كلام حلوة على طول من غير ما يحاول بقدر إمكان إن هي يخليها الزوجة في شكل صحيح الكلام ده بيهدد البيت جداً 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 البيوت لا تبنى على إشباع الاحتياجات ليه؟ فيه احتياجات أكيد عندرها وفيه احتياجات أساسية لازم يتعامل مع الزوج والزوجة لكن ما ينفعش إن كل واحد فينا يكون راسم إن احتياجاته هتشبع إزاي وإذا كان زوجه ما يلبيش الاحتياجات بنفس الطريقة اللي هو عايزها يبقى هو محتاج لمكمل زواجي الحقيقة ده خطر جداً جداً على البيت خطر جداً البيوت مش معمولة عشان تشبع الاحتياجات لأن الاحتياجات بالمناسبة موجودة عشان نديرها مش عشان نبقى عبيد لها وعشان كده أول إجراء لازم كل واحد فينا يغير شوية مفاهيم مفاهيم مهمة جداً 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 إن أنا مش متجوز عشان أبسط أنا مش متجوز عشان إحنا الاتنين نبقى سعداء مع بعض مش معنى إن أنا ما مبسطش يبقى الجواز باظ لا مش معنى إن أنا ما مبسطش قد يكون معناه إن أنا ما تغيرتش وبقيت زوج لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه يبقى أنا لازم أغير مفهومي من كوني عازب بتلبى لي كل الاحتياجات إلى كوني زوج بدير احتياجاتي وبنعمل قواسم مشتركة عشان نعيش مع بعض لكن أنا مش مبسوط مش مرتاح يعني إيه مش مبسوط ومش مرتاح مش بيتلبيه لي كل احتياجاتي فلازم نراجع تصورنا عن الحياة ونشوف احتياجاتنا في ظل احتياجات الطرف الآخر اللي هو شرك الحياة ونحاول نلب احتياجات شريك حياتنا ونصل إلى شيء متفق عليه نصل إلى توافق زي احتياج مثلا شريك الحياة إلى الثناء والمديح زي ما بتحتاجه كتير من النساء واحتياج شريك الحياة زي الأزواج ما بيحتاجه إلى التقدير والتبجيل وكلمات التشجيع والدعوات كمان لازم نركز في ده نركز في ده بشكل واضح جدا ده أول إجراء لازم نعمله الحاجة الثانية لما حد يحصل خلاف وناوي إن هو ياخد إجراء لإن هو مش قادر يعيش كده لازم يقعد قبل ما يعمل أي خطوة لازم بشكل واضح يحاول ببساطة خالص يجلس مع شريك حياته حاول تاخد خطوة عملية بإنك أنت تقعد مع شريك حياتك وتتكلم معاه هو إيه اللي ممكن يقدمه وإيه اللي أنت ممكن تقدمه عشان ما أنا أعشف فخ المكمل الزواجي فأول حاجة لازم نقعد مع بعض ونتكلم الحاجة الثانية ببساطة خالص إذا إحنا ما قدرناه لازم نروح لأهل الخبر تجوننا في مركز الإرشاد الزواجي لو مش عارفين ده ما تعملش مكمل الغذائي مكمل الغذائي ده في الغالب ممكن يكون حرام في أغلب الأحيان بيكون حرام الحاجة الثالثة في حاجة مهمة جداً اسمها إدارة العينين قبل ما أنا أنقل عينية في حص المساوئ أنقل عينية عشان تشوف المحاسن وأملي عيني من محاسن زوجتي وهي تملي معنا في محاسن زوجها التلات إجراءات دي لما تتعمل لأنها على فكرة بعد ما بيروح للمكمل الغذائي وتكون تكلفته عالية ونقع في الفضيح ونقع في المشكلات بنرجع تاني ونقول يا ده زوجك الرحمة يا ده زوجتي كانت نعمة من نعم ربنا وعشان كده المكمل الزواجي للأسف مش هو الحل الحل هو رؤية جمال ونعمة ربنا في التوفيق ما بين الزوجين وإزاي ربنا سبحانه وتعالى جعل علاقتنا فيها كتير من الرحمة هنكمل في الملف وهنتكلم مرة تانية كلام يأتي على هذا الوجع اللي فيه ناس كتير متوجعة منه ومش عارفة تحله إزاي هنشوف الإجراءات التلاتة وهنكمل مع بعض